ونعود إلى موضوع القدس كان معنا من هناك الصحفية ليندا شلش من رامالله أستاذ ليندا قبل أن ينقطع الاتصال كنت تصفين لنا الوضع في القدس هلأ أعطي لنا الوصف كان الاتصال سيئ نعم بالفعل هناك حالة من التوتر تسود في مدينة القدس المحتلة وذلك على إثر التعزيزات الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك تتامنا مع احتفالات اليهود بما يسمى عيد الفضح الليلة الماضية كان هناك اقتحامات إسرائيلية متجددة للمسجد الأقصى المبارك حيث قام الجيش الإسرائيلي بتفتيش عدد من المرافق في محاولة للبحث عن المعتكدين داخل المسجد الأقصى وبالفعل تم اعتقال أحد الشبان أثناء خروجه لصلاة الفجر كان هناك تعزيزات مشددة عند صلاة الفجر وتقصيق في هويات المواطنين هذه الحالة استمرت لاحقا عند صلاة أظهر وحتى هذه اللحظة هناك انتشار كبير للجيش الإسرائيلي كانت ما تسمى من نظامات الهيكل المزعوم تعطل أكبر وأوسع مشاركة للمتجدينين اليهود الاقتحام المسجد الأقصى المبارك في ظل احتفال اليهود بعيد الفضح وبالتزامن مع هذه الدعوات هناك أيضا دعوات من الهيئات الإسلامية المقدسية للمواطنين بشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك الذي يعيش في حالة متوترة للغاية في هذه الأيام وطبعا الاقتحامات الإسرائيلية تتزايد للمسجد الأقصى والبلدة القديمة والحرم الكتسي الشريف مع احتفال اليهود بأعيادهم المتطرفون اليهود طبعا يصدمون هذه الأعياد هذه على الصحام المسجد المبارك ولكن هناك هدف أكبر من ذلك وهو تقسيم المسجد الزمانيا ومكاني في اليهود والمسجمين كما حصلت المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل برقاقة إلى بسط السيطرة كاملة على المسجد الأقصى المبارك إذن هناك دعوات إسلامية لشد الرحال بالتزامن مع هذه الصحامات الإسرائيلية نعم أود منك أن تصفي لنا هذه الدعوات الآن هل هناك تحركات فعلية على المستوى الشعبي؟ طبعا هذه الدعوات تتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية حيث تقوم ما تسمى بمنظمات الهيكل المدعوم لدعوة كل المتطرفين اليهود ليس فقط داخل الكيان الإسرائيلي والكدس المحتلة وإنما أيضا في المستوطنات الإسرائيلية في البطة الغربية للتوجه من جزء الأقصى المبارك وأداء الصلاة المدية وهذه الاقتحمات والدعوات زيئة باحتفال اليهود بمناسبتهم الدينية كما ذكرت هذه المناسبات الدينية تتخذ ذريعة لمواصلة هذه الأقتحمات ويقوم بتصعيبها ضد المسجد الأقصى المبارك ونكت حالة متوتر وإنما تعزيزات إسرائيلية وهذه تعزيزات ستستمر وستتزايد خلال الأيام المقبلة حيث تتواصل الأعياد اليهودية وطبعا لا بد من الإشارة والتسجير بأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالفكرة الأخيرة بتصعيد الهجمة على المسجد الأقصى وأيضا على المرارضين خلال اعتقالهم أو إبعادهم عن الحرم الكدس الشريف طيب في سؤال أخير يعني ما الذي عدا مما بدى بالنسبة للاحتلال لماذا الآن بالذات يعني أقدم على هذه الهجمة طبعا هذه الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى أو اقتحام المسجد الأقصى المبارك هذا الأمر ليس جديدا على مدينة الكدس المحتلة ولا على الحرم الكدسي الشريف من فترة لفترة هناك اقتحامات لا يكاد يمر يوم دون أن يكون هناك اقتحامات للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وهذه الاقتحامات تتم من خلال توفير حراسة وحماية لهؤلاء المتطرفين من قبل الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاص هناك هجمة إسرائيلية سياسية أمنية على المسجد الأقصى المبارك لو لا الحماية الإسرائيلية السياسية والأمنية لهؤلاء المتطرفين لا تتم الاقتحامات إذن هي مجعومة من مستويات أعلى من المتطرفين اليهود أو من منظمات الهيكل المجعومة هذه التحركات هي تادف في أمر واحد بص السيطرة على المسجد الأقصى المبارك وإجبار المسلمين على الخروج من هذا المسجد وإبعادهم عنه وهدف الأسمى الأكبر عند اليهود هو بص السيطرة الكاملة على الحرم الكتفي الشريف شكراً نشكر الصحفية ليندا شلس من رام الله كانت معنا عبر الهاتف من رام الله الصحفية ليندا شلس شكراً جزيلاً لك